وصلت مطار القاهر الدولي أولى رحلات مصر للطيران قادمة من مطار نيوورك ليبرتي بولاية نيو جيرسي الأمريكية يأتي تتجين هذه الرحلات الجديدة وفقاً لاستراتيجية التوسع والتطوير التي تنتهجها الشركة والتي تضمنت تحديث أسطول الشركة بأحدث الطائرات والتوسع في شبكة خطوطها الجوية إلى العديد من الأسواق الحيوية والهمة حول العالم اشتركوا في القناة زائد أن فيه وقت كتير جداً كان بيضيع من المكان اللي أنا ساكن فيه لحد نيوورك أوقات كتير جداً بتبقى الزحمة كبيرة جداً 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 فبوصل بعد وقت طويل جداً فتضيع وقت وتضيع فلوس وتضيع مجهود كل ده مصر تران وفورتولي في رحلة نيوورك دي الميزة الرئيسية فيها الوان وي نو ترانزيت يعني إحنا زي ما ترك مع الولاد وعدد مستحيل نعمل ترانزيت وننزل ونطلع فدايماً بنحاول نفضل إحنا نروح مع مصر التيران أي داريكت فرات على القهرة وده كان بالنسبة لنا شيء جميل إحنا كنا نروح من وشنطن دي سي كانت أقرب شوية عمرنا نروحنا من نيوورك دي كانت جميلة يعني شوفنا التاكت كانت حلوة سعارها كويسة والتيران طبعاً ممتازة ما فيش كلام يعني مصر التيران هي مصر التيران في أي مكان إحنا مبسوطين جداً كجالية عربية موجودة في نيوورك لإني كانت أقرب رحلة كتفي جيف كي بنقض ساعتين في الطريق وترافيك وبتاع فبالنسبة لنا ده يعني شيء عظيم جداً ووفر علينا مجهود جداً ووقت كانت رحلة جيدة وفرت الكثير من الوقت والجهد وبالفعل كانت الأمور مريحة استمتعت كثيراً بأول رحلة طيران من نيو جيرسي للقاهرة سهلت علينا جداً الطريق أخذ مني في تقريباً 20 منات سعباً ما وصلت للمطار كانت بيرفكت وصلنا ودخلنا على طول أود أحسن حاجة عملتها يا جماعة والله أحسن حاجة عملتها بصراحة أنت وفرت علينا وقت ومجهود لأننا أساساً سكن في جيرسي فكنت بتطر بنزل نيويورك وعد أربع ساعات عشان أروح المطار فدي أحسن حاجة عملتها فأنا بشكركم جزيل الشرك بقول لكم إن شاء الله من تقدم لتقدم بإذن